اول نوع من انواع الاكتوبيتورز هنتكلم عليه هو السولينويدز السولينويد هو الاكترو ماجنيت دات اكتيفات الميكانيكال فونكشن يعني هو عبارة عن مغناطيس بيبقى بيسيك لعند اي كويل لو انا عملت له اكتيفيشن بيشديلي حاجة معينة والحاجة المعينة دي بتاع من الميكانيكال فونكشن الحقيقة بتستعمل في حاجة كتيرة جدا السولينويد دي يمكن من الامثلة اللي موجودة فيها هي اللي بتبقى مقفولة لما المكناة بتبقى شغالة زي مثلا احنا بتكلم على الغسالة مثلا بتبقى عادة الباب بتاعها بيبقى مقفول مثلا بتكون شغالة او مثلا ممكن باب العربية لما بيعمل له انلاوكينج مثلا لو هو في سنتر لوك ولا حاجة ده برضو بيشتغل بحاجة زي السولينويد برضو عشان يفتح كل باب في نفس الوقت كل الحاجات دي الحقيقة كلها بتعتبر امثلة للسولينويد هو في الاخر احنا بيبقى عندنا الاكترو ماجنيت والاكترو ماجنيت ده لما بيطلع لفوق او ينزل لتحت بيعمل لنا فونكشن مايانة بنبقى احنا هازين نعمله ممكن نلاقي في عندنا نوعين من السولينويد في عندنا حاجة اسمها كونتينيوز ديوتي سولينويد ديزاري تو بيينرجايز او تايم يعني نحط عليه الكارنت اللي ماشي فيه ده يبقى ماشي فيه طول الوقت او بلس ديوتي سولينويد ديزاري فور انترميتد اوبرائيشن يعني ممكن نحنا نديله بلسيز ويشتغل بنفس الشكل اللي بيشتغل به كونتينيوز ديوتي فطبعا البلس ديوتي عادتا بيبقى الافيشن ستبقى تبقى اعلى شوية من كونتينيوز ديوتي وطبعا عماتا السولينويد بيلاقي ايه اشكال كتيرة ويعني ممكن تستعمل في أبليكيشنز كتيرة من اهمها الحقيقة الاستعمالات اللي زي مثلا الفولفز اللي بتبقى موجودة في الماديكال ديفايسيز اللي بتقفل لنا حاجة او تفلح لنا حاجة او تخلي لنا الفلو يمشي في ديركشن معين او تعمل بايباسيج للفلو زي مثلا ما شفنا في الهيمو دياليسيز الحاجات دي كلها بتبقى اساسها في الاخر سولينويد واحدة من انواع السولينويد اللي احنا بنشوفها برضو نستعملها هي كانتيتي مستقلة خالص هي الريليز الريليز هي سولينويد that operates electrical contacts يعني ايه يعني هو عبارة عن سولينويد بس الميكانيكال فانكشن بتاعته نوع يقفل سويتش فباسيكلي لما الريلي بيبقى انرجايز the contacts are shorted or opened just like a mechanical switch فباسيكلي ممكن يبقى فيه عندنا كزا نوع من الكلام ده يعني ممكن ده شكل بتاعه بيبقى عبارة عن iron core هنا زي سولينويد اللي بيكلم عليه electro magnet وفيه عندنا هنا contacts لما ده بيشد ال contact دوت بيخليه يبقى هنا contact يبقى short circuited او ممكن هنا design it انه تبقى العكس انه هو يبقى short circuited ولما يبقى energize يبقى يعمل open circuit عندنا كزا نوع من انواع الريليز ممكن نلاقيها في حاجة اسمها single pole single through يعني معناها ان احنا عندنا دلوقتي basically يعني فيه عندنا مفتاح واحد بس وفيه عندنا coil واحد بس ال coil واحد بس ده بياكتيفيت المفتاح الواحد بس دوت ممكن يبقى فيه عندنا single pole double through يعني ايه الكلام ده يعني احنا عندنا نفس ال coil هو هو ياما بيختار ايه يا بيه هنا بيختار ياما يقفر الدايرة ياما يفتح الدايرة اوكي فسينجل pole double through بيبقى عندنا بختار بين حاجتين بنفس ال coil ممكن يبقى double pole single through يعني يبقى كده ان انا بتكلم ان هو coil واحد برضو بياكتيفيت تو سويتشز سيمالتانيسلي لو هي double pole double through يبقى معنا كده كويل واحد بياكتيفيت تو دابل ثرو سويتشز يعني بختار ايه ايه واحد ايه 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 او بيه واحد ايه 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 في نفس الوقت طبعا اشكال الريليز بتختلف بس ده مثلا مثال الريليز اللي ممكن نلاقيها موجودة في السوق وممكن طبعا نتعامل معها وممكن نستعملها طبعا في حاجات كتيرة جدا واحنا بنشوفها مستعملة في حاجات كتيرة جدا في الاجهزة الطبية يعني مثلا بنيجي مثلا نتكلم على اي حاجة بتعمل مثلا هيتنج مثلا ولا حاجة مثلا 220 مثلا ولا حاجة عايزة كنترولي بلو فولتج ممكن انا استعمل اللي انا قدر اعمله فالريليز ده ابليكيشنز كتيرة الحقيقة احنا كنا تكلمنا قبل كده على الجزء بتاع الترياك ده ممكن يعمل نفس الفانكشن بتاع الترياك الحقيقة وبرضو فيه الميزة الاساسية اللي احنا كنا تكلمنا عليها قبل كده هي الميزة بتاعت الايزوليشن لان احنا باسيكلي سيجنل بتاعتنا بتبقى موجودة على الكويل اللي مستقل خالص اللي هو يعني فيه يعني ملوش اي كونتكت خالص مع الحاجات اللي موجودة عندي في الدايرة بتاعتي سواء السنجل ثرو ولا دابل ثرو ولا كل الكل الحاجات دي كلها بتبقى كلها ملهاش علاقة خالص بالكرت اللي ماشي في الكويل فباسيكلي الميزة الاساسية برضو بتاعت استعمال الكويل استعمال الريليز انه هي بتبقى ايزوليتد وبتسمح لنا احنا نعمل حاجة بطريقة سيفة عشان نعمل انترفيسنج للسولينويد او ريلي مع حاجة زي مثلا مايكرو بروساسور ولا حاجة مايكرو كونترولر في الاخر بيبقى عندنا الامبوت بتاعنا مفروض نهو يكنترول الريلي دا نمشي فيه كرنت معين فبنحطه بالشكل العبارة عن نهو يتحط على الكولكتور بتاع ترانزيسور بالشكل دوت كده وطبعا بيبقى الترانزيسور ده ديزاين نهو يستحمل الكرنت لا يمشي في الريلي دوت وطبعا بيبقى المشكلة بتاعت الريلي الحقيقة احنا لما نحط المدود بيساوي واحد يبقى معنا كده سويتش دا هنا هوun يبقى معنى كده الكرنت بمشي هنا من البلوس في بيبقى ماشي في الريلي ورايح على الخبار. النقطة اللي لازم تاخذها في اعتبارنا ان الريلي دوت او الكويل اللي عندنا دوت هو المودل بتاعه اندة فمعنى كده ان طالما هو الدوت انده لكنしょ تماما يبقى معنى كده ان الكرنت اللي ماشي فيه دوت من الصعب ان انا وقفه ليه اللي ان الدوت ان هي تر Everywhere التغيير في الكارنت. فلو احنا دلوقتي جينا عشان ترنت اف مفروض نحط هنا زيرو. فمعنا كده السويتش دوت هيترن اف يعني معنا كده هيبقى اوبن سيركيت. الكارنت اللي هنا ما يقدرش ان هو ينزل لزيرو فجأة. فلازم يبقى فيه عندنا طريقة ان احنا نخلي الكارنت دوت يبقى لو سيركيت يمشي فيها لما اجي اخلي الرلي ده يبقى اوبن. علشان ما يمليش اركينج مثلا على البنزل بتاعت الترانزيستور دوت. وطبعا ممكن يعمل دامج الدايرة. فالحقيقة بنعمل حاجة اسمها سنابر سيركيت. سنابر سيركيت دي ممكن تتعمل بار سي ممكن تعمل بدايود ممكن تعمل بزينر دايت حسب بقى كل واحدة بيبقى لها ميزة ولاها عيد. فبتكلم على دايت سنابر مسلا بيبقى حاجة بالشك ده كده. لو حصل ان احنا دلوقتي عملنا دي بقت اوبن سيركيت. الكارنت اللي كان ماشي هنا ده اللي ماشي في الكويل ده هيلف هنا في الدايرة دي بحيس ان هو يمشي في الدايود كده دايود زي ما احنا هشايفين كده في الوباريشن العادي ل لما يكون في هنا بلاس في والكارنت ماشي كده بيبقى كده اوبن سيركيت لان هو ريفرس بايست. انما لما يكون الهنا اوبن سيركيت الكارنت اللي ماشي هنا هيقدر يلف في الدايرة دي فمعنى كده ان هو مش هيحصل يعني يعني الكارنت اللي موجود هنا هيلاقي له مكان ان هو يمشي فيه مش هيبقى فيه مشكلة. فالديود سنابر دا الحياة فيه ميزة طبعا ان هو بيساعدني ان انا اشيل المشكلة اللي كانت موجودة عندي اللي هي بتاعت التوقف الفوجائي بتاع الكارنت طبعا لو احنا بسينا على الدايرة بتاعت الدير الاول ان هي ما فيه ايش سنابر هنلاقي ان الجزء اللي عملنا beispielsweise ابتنا الا هو جزء اللي كانت هنا دوت اللي هو نأفلنا الا تراريشوس سويتش هنلاقي يبقى فيه ب Laureate عالي جدًا 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 عشان يتند ان هو يعني ده عشان يخلى الكارنت ده يقف لانه ما يقف محتاج ان الموجود عندي هنا يبقى عالى جدًا يعني يبقى في 1968 уж عالي جدا. فباسيكلي بقى في عندي هنا سبايك عالية جدا. فالسبايك دي حقيقة ممكن تعملي زي ما كنت بقوله على بتاعت الايه? بتاعت الترانزيستور داوت. لو انا حطيت بقى الدايود سنابر هلاقي ان بتاعي بيبقى بيبقى يعني لو احنا بصينا على الدايرة هنا كده النقطة اللي هنا دي. اقصى حاجة ممكن توصل لها اللي هي بوينت سيكس اللي هي بتاع الدايود دا زائد البلاس في. مش هتقدر انها تزيد اكتر من كده. فمعنى كده احنا عملنا لفولتش داوت. فده طبعا في ميزة كبيرة طبعا ان هو بيخليه لي ما يحصلش يعني خليه دار بتاعي بقى سيف من ناحية ان ما بيحصل ليش على على الترانزيستور داوت. فباسيكلي لو احنا بصينا بقى على التايمينج اكتر شوية. هنلاقي في حاجة اسمها بول ان تايم. وحاجة اسمها ريليس تايم. بول ان تايم يعني دلوقتي لو هو ده بتدى يبقى اكتيفيتد. بيبتدي شدلي دوت عشان يتحرك. فمعنى كده ان هو بيحتاج وقت علشان يعني ده يبتدي بقى فعلا في مكانه. وانس ان بقى في مكانه خلاص بيفضل في مكانه. لما اجي اعمل له ريليس بقى يعني سويتش دا بدل ما كان هنا لو هو بقى هنا عايز اراجعه تاني. الريليس تايم دا لو كان انا كنت سايب الفولتج فلايباك فولتج دا زي ما هو كده بيبقى الى حد ما قصير. لما اجي اعمل بقى الكلامبينج اللي انا عملته دوت. طبعا الفولتج دوت يعني لما عملت له كلامبينج الكارنت اللي هنا مش هيبقى بسرعة. فمعنى كده هياخد وقت اطول شوية عشان يعمل الريليس. فده الحقيقة من عيوب السنابر سيركت اللي هي مبنية على الدايود ان الريليس تايم بتاعها بيبقى كونسيدرابي لارجر فطبعا دي بتعتبر عيب من عيوب الدايره دي. طبعا في حل تاني بقى بسعمل زينر دايت هنتكلم عنه دلوقتي بيحللنا المشكلة دي ويساعدنا ان احنا نوصل للريليس تايم احسن شوية من اللي شفناه في الدايود السنابر. في الحقيقة يعني زي ما كنت بقول ببراولمز بتاعت الدايود كلامبينج ان احنا بيبقى في عندنا كارن سيرج انتو تسابلاي ودي ممكن تعملي نويس بيك على بقية الاجزاء اللي في الدايرة. ممكن تسلو داون الريليس تايم فبتعملي مشكلة طبعا ان انا لازم استنى لغاية لما الريليس تايم دا يخلص عشان اقدر استعمل الريلي دا تاني. فطبعا في الحالتين الحاجتين دول ما هم ماش ديزايرابل عندنا. لما نيجي نبص بقى على زينر دايت كلامب هنلاقي ان احنا لو بصينا على الاوقات بتاعت كل واحد فيهم ريسبونس تايم بتاعت كل واحد فيهم هنلاقي ان الزينر دايت هنلاقي ان احنا نتكلم على 1.5 ميلي ساكن لو انا بتكلم على الجزء بتاع اللي هو اللي محطش كلامب خالص محطش اصلا سنابر سيركت خالص بيبقى اللي حاجة خالص. الزينر دايت لو كان الفولت بتاعه عالي بيديني 1.5 ميلي ساكن لو كان 6 فولت بيديني 2.2 لو كان دايت بيتبقى 5.5 فبنتكلم على ان احنا هنا بدلا ما بنحط الدايود لوحده كده بحط معا الزينر في الاتجاه العكسي يعني بحطه زينر كده في عكس اتجاه الدايود داوت. الميزة بتاعت زينر هنا زي ما احنا عارفين زينر بيبقى له ريفرس بيبقى بيبقى وبيمانتين الفولتوش دا بعد كده طالما انا اعلى من الفولتوش دا ببقى مانتين الفولتوش دا على زينر دايت داوت. فلو انا حطيت 12 فولت زينر دايت يبقى معنى كده انا بعمل كلامبينج بقى على فولت بيساوي اتناشر فولت زائد بوينت سيكس زائد في. فبتكلم على دلوقتي الفولت بتاعي بقى اعلى شوية. بقى تسمح للبيك اللي بقت موجودة هنا بتاعت الفلايباك فولتوش دي. انها اتعلى شوية. لما بعليها شوية بالشكل دا. وطبعا بعليها بشكل انها تكون سيف برضو ما بخليهاش تبقى عالي قوي للدرجة اللي هي تعملي اركنج او تعملي مشكلة في الترانزيسور بتاعي. اللي هو بتاع السويتشينج. فلما بعليها شوية. هي بيتقلل لي بتاعي زي ما انا شفت في الايه في 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 دي. فباسيكلي كل ما انا عليت زينار داية فولتوش هلاقي ان الوقت بتاعي بقى قريب قوي من الحالة بتاعت ان ما فيش سنابر سيركت خالص. طبعا ما قدرش هوصل نفس الوقت دوت. بقى بقى قريب منه بس ما قدرش هوصل له بالزبط. يعني دايما بيبقى احسن وقت هو الوقت بس طبعا ده مش سيف للسيركت بتاعتي. السيركت بتاعتي ما بتبقاش في الحالة دي. لما بستعمل زينار دايود. السيركت بتاعتي بتبقى والوقت بتاعي مش بعيد عن دي. لو بستعمل دا دايود اه سنابر دا ما كنت بستعمل في في السلايد اللي فاتت. هلاقي ان الوقت بقى اطول بكتير بيبقى اربع خمس مرات اه ضعف اللي موجود في ال الاثناشر فبنتكلم انه طبعا بيبقى في عندنا جندة جدا في استعمال بتاعنا. الوقت ده طبعا عشان نتكلم عليه. اللي هو ده. اه ده معناه ان احنا ما اقدرش ان احنا نعمل او نغير الوضع بتاع دوت باكتر من الريت اللي بيسمح بيه دوت. فباسيك ده بيقلل بتاعتي وما اقدرش ان انا استعمله ببالس تبقى سرعتها اعلى شوية من الوضع اللي مفيش فيه سنابر. فباسيكلي اه نلاحز برضو اللي هو الجزء الاولاني. مالوش اي علاقة باي حاجة خالص. ان كل الكلام ده مش داخل فيه السنابر. الوضع بتاع اللي هو البول ان. مؤتمد على ان الكارنت اللي ماشي في الدايرة بتاعتي ده بيساوي كام. فده مالوش اي علاقة خالص. البول ان تايم ما بيتغيرش بتغير السنابر سوركت. اللي بتغير هو ريليس تايم. لان هو ده بيتحدد بالباث بتاع السنابر سوركت ده هيحصل فيه ايه. فزي ما شفنا كل ما علينا الفولتج ده شوية. كل ما كان السبيد بتاعت الريليس بيت اعلى. في عندنا برضو حاجة مهمة قوي. كاركترستيك مهمة قوي بالنسبة للريلي. او السولينويد عموما بقى لنهم ملتين نفس الكاركترستيك. ان احنا الدي سي كارنت اللي بيبادرهم باي ذا ريلي. هاس تو بي هاي نوف تبول ريلي كونتاكس فوم وان او 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 يعني احنا في الاول خالص بنحتاج لما احنا بنيجي بس ننقل المكان بتاع الكونتاكت دي. يعني لما باجي شد الكونتاكت دي لما بمشي كارنت في السولينويد عشان يشدلي كونتاكت. بيحتاج كارنت عالي عشان يعمل الحركة اللي هي من وان اند تو دي او او النقطة ان هو وانس ان انا وصلت بقى وانس ان انا وصلت للبوزيشن خلاص بقى اعمل كونتاكت في المكان اللي هو مفروض يكون عامل كونتاكت فيه. نقدر نهولد البوزيشن دوت بكارنت يبقى اقل بكتير تبك لي حوالي خمسين في المية من البول ايه او البيك فولتج. البيك فولتج او البيك كارنت هو ده اللي بحتاجه لما بحرك الايه بحرك الكونتاكت. انما وانس ان هي في مكانها وانا عايزة مانتين مكانها او بعمل لها هولدين بلاقي ان انا محتاجة احط 50 برسنت بس من الكارنت ده. فطبعا احنا ممكن نعمل حاجة لطيفة جدا تساعدنا بطريقتين ان احنا ممكن اول حاجة ان احنا نستعمل باور سبلاي مختلف شوية بالنسبة الهولدين كارنت يعني يمشي كارنت اقل شوية في مرحلة الهولدين. وده بيساعدنا ان احنا نوفر طبعا باور كونسومشن. وفي الوقت نفسه لما بنيجي بقى نعمل سنابينج. لما بنيجي نعمل سنابر سيركت. بنلاقي ان الكارنت اللي ماشي بيبقى اصغر فمعنى كده ان هو هيوقف بشكل اسرع. فمعنى كده ممكن ان هو يحسن لي يحسن لي ريليس طعام. يعني ريليس طعام بيبقى اقل نتيجة ان الكارنت اللي نرزله للصفر دوت بيبقى اقل. فطبعا دي ميزة مهمة جدا وممكن هي تبقى يعني نحنا نعملها. علشان بتحسن لنا باور كونسومشن وبتحسن لنا الريليس طعام. الدوار ان احنا ممكن نعمل بيها بقى الجزء بتاع السلونويد بيك هولد كارنت. ممكن نعملها بحاجة بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. يعني كذا شكل ممكن نعمله الحقيق. الشكل دوت لو احنا بصينا عليه كده. هنلاقي ان احنا عندنا في المرحلة الاولانية. الفولتوش بتاعي بيمشي كده. وطبعا هنلاقي في الاول خالص الكباستور بتاعنا دوت. بيبقى مش مشحون فبتدي يشحن فيه. يعني في الاول خالص لما ببتدي خلي ده يعني بحيس الكارنت يبتدي يمشي. بيبتدي الكباستور ده يشحن بيبقى زيرو فهو فعلا شايف هنا. ففي الاول خالص هيبقى شايف على الكويل دوت بيبقى كبير. نتيجة ان الكارنت هنا بتبقى صفر. بعد شوية يعني بعد ما الكارنت ده يمشي بشوية. لقى ان الكارنت ده يبتدي يقل. فالكارنت اللي بيبتدي يقل دوت في الاخر هيوصل للمت طبعا. بيتحدد بقيمة الريزيستنس اللي هي مع الكباستور دي بتساوي كم. ففي الاخر بلاقي ان انا ممكن ان انا في المرحلة الاولانية يبقى كارنت عالي وبعد شوية نتيجة للشارجن بتاع الكاباستور دوت بيوصل يبقى الكارنت اقل شوية ويبقى مناسب بالنسبة للهولدين كارنت بتاعي. ممكن يبقى فيه حل ابسط ان احنا يبقى فيه عندنا تو ترانزيستورز. هما الاتنين بيشتغلوا على نفس الكويل. بيبقى فيه عندي واحد بتاع البيك اللي هو بيحتاج كارنت عالي. بحط هنا فيه يعني معين اللي هو بتاع اللي بيحتاجه عشان يخلي الكارنت بتاعه عالي. والفولتوج ده بيبقى على الكويل ويمشي في السويتش دوت لما يكون وينزي بعد كالة الجراون. فالكرنت اللي ماشي هنا بيبقى عالي. وانس ان انا عملت خلاص بيكينج. بخلي الباكينج ده بزيره. وبخلي الهولد ده بواحد. لما بخلي الهولد ده بواحد يبقى الكارنت دوت. هيمشي. بده ما يمشي في السيركت اللي هي بتاع واحد امشي في السركوت ليه بتاعة كيو اثنين اللي تحت دي. هنا هنلاقي ان احنا في عندنا müs ho يعني بقى في عندنا هنا الريزيستور. الريزيستور دو بيبقى عليه ثورتيج. وبالتالي الفرق اللي على ده بيقل. فمعنا كده الكرم بتاعي اللي ماشى هنا نبقى ل في حالة الهولدينف فمعنا كده في حالة البيك ببقى عندي والكرمت اللي ماشى هنا عالى بختاره من هنا والفحالة الهول الكارينت اللي ماشى هنا بيبقى ل بختاره هنا بالإنبوت بتاع الهول طبعا الاثنين دول طبعا بيبقى مليشو exclusive يعني اما ببقى مختار ده اما مختار ده ممكن نعمل الكلام ده برضو بطريقة تانية ان احنا ممكن ان احنا بدل ما نأبلاي الكرم بتاعنا بشكل كونتينيوس ممكن نأبلاي بشكل يعتبر intermittent يعني يعتبر كده اكله pulses فبقى حط الان بتاعي ان هو عايزه يبقى يعني يعني عايز الري يبقى اون ولا لا وبقى حط الهولد او ناندد مع الكروك فدلوقتي لو انا حطيت الان بتاعي ده واحد لازم يجيلي من هنا واحد عشان ده يبقى اون فطبعا لو انا حطيت ده واحد هنا كده بيبقى dependent على القيم بتاعت الهولد وبتاعت الكلاك فباسيكلي عند الواحد هنا حسب بقى الهولد بتاعي لو بزيرو بيبقى pick لو بواحد بيبقى hold ازاي الكلام ده بقى لو هنا ده الهولد ده بزيرو يبقى معنى كده زيرو فناندد دي لازم هنا يبقى واحد يبقى معنى كده يبقى واحد طول الوقت لو حطيت الهولد ده بواحد يبقى معنى كده واحد and مع الكلاك هيتطلع الكلاك هنا فالتطلعني هنا نفس الكلاك دي هتطلع هنا لو الانددد بواحد برضو فمعنى كده ان انا دو terme بحط الهولد dollars اللي هنا كريمي يقوم بوزيرو بحيس انه ه shuttered ويقفل برات معين. ممكن يخليه بشكل معين. بحيث في الاخر هو الهنا هيبقى اللي جايلي من دي. فمعنى كده بتحكم انا بقى في بتاعتي دي. بعمل لها بحيث ان يبقى يديني في الاخر اللي انا عايزه. اللي انا عايز امشيه هنا في وساعتها بقى يعني من غير ما اي حاجه قاص بايزة لفالس ويدس ملنا سيجنال دي هي اللي تتحكملي تخليل الكارا بن بتاعي دي يبقى اقل في الهولدن تايم. يعني هنا تاني. لما بيكون عندي الاتنين هنا. الون بتساوي واحد. والهولد بتساوي زيرو. يبقى معنا كده نبيكلم دقيقة في البيكاي ملاقات. فهنا 1 هتضع 1 دي معنا كده تخلي الاوبوت بتاع الناند جيت هنا تبقى واحد. يبقى معنا كده لاثنين واحد يبقى دي واحد كنتينيوس لي. يتمشيني هنا اعلى current لما تكون ديب يعني مش بزير الوقت تكون ديب واحد يعني عايز اشتغل في الhold يبقى معنى كده واحد مع clock يديني هنا clock وclock ended مع واحد يديني هنا clock يبقى معنى كده ان الوقتي بدلا ما كنت بشغل ده بطريقة continuous بشغله بطريقة intermittent بشغله بطريقة شوية on وشوية off ففي الاخر ال average current هيبقى عبارة عن ال average بتاع ال wave form اللي انا حطيتها دي وبقدر انا بالتحكم فيه on time والoff time اقدر اتحكم فيه قيمة current مفهود تكون كام عشان اخلي ال average هو اللي انا عايزه في طريقة تانية برضو ممكن استعملها ان انا هنا بدل ما استعمل بدل ما اعمل لنا الطريقة دي ممكن اخلي ال input بتاعي نفسه يقيم ما يبقى continuous يقيم ما يبقى intermittent اوكي يعني بمعنى ان انا بحط لما اكون عايز اعمل pick احط current continuous احط هنا واحد مسلا مستمرة ولما اكون عايز اعمل hold احط ال on off signal دي بحيث انها في الاخر تخليل ال average current اللي ماشي ده يمشي هنا طول الوقت طبعا هي دي طريقة لو عندي مسلا الكمبيوتر بتاعي اسمحلي لنا اعمل الكلام ده نفس ال input هو هو اطلع عليه بقى الحاجات اللي انا عاوزها ودي في الماء control حقيقة ما بقتش صعبة فقدر اعمل الكلام ده من بين واحدة بدل ما احط اللوجيك اللي موجود هنا دوت يعني هنا ملوش لازم الحقيق ممكن اعملها برضو بطريقة اخيرة برضو نحن يبقى في عندنا برضو يعني شكل مختلف كده لل excitation ممكن يبقى في عندنا ال circuit بتاعتنا بتبقى المرة دي بقى ال voltage بتاعنا اللي هو العالي بيبقى تحت ولما باجي اعمل pick بيبقى ده السويتش ده بيبقى on فمعنى كده v2 دي هتمشي هنا كده الضيود ده هيمشي كده يعني هيبقى on وهيمشي كده لان الضيود ده هيبقى off في الحالة دي لما باجي اعمل hold بخلي ده السويتش ده يبقى on فمعنى كده الكرن بتاعها هيمشي كده وهيبقى في الحالة دي بقى ال ضيود ده بالنسبة لها هيبقى ساعتها open circuits اوكي مش عشان هو ده reverse biased فالكرن بتاعها هيمشي كده فقدر هتحكم انا بقى في ال according ل R2 و R3 دول القيمة بتاعت الكرنط ليمشي هنا تبقى بكامل اللي احنا عارفين طبعا احنا base current ممكن يتحكم به في collector current فباسيك ممكن تحكم بال two circuits دول انهي واحدة فيهم اللي تبقى شغالة وبالتالي انهي current فيهم يبقى ماشي في الكويل بتاعي اللي هو common between the two فطبعا دي كلها افكار الحقيقى علشان في الاخر نخلي pick current مختلف عن hold current وزي ما كنا بنقول ال hold current لما بنقلله بيفرق معنا في power consumption وبيسهل علينا في ال snipper circuit ان هو يعني يخلي release time بتاعنا يبقى احسن بكتير من الحالة لما يكون current عالي نوع تاني من انواع actuators موجودة عندنا برضو مستعملة كتير في medical devices وهي the heaters the heaters يبتوا استعمل في applications كتيرها منها مثلا في the imo dialysis لما بنسخن the dialyzate عشان يبقى في نفس درجة حرارة البني ادم بنتكلم ان احنا بستعمله في مثلا لو بكلم على incubator مثلا بحط heating element وفي الاخر يعني بحط معاه مروحة بحيث انها تمشي الهواء اللي عليه دي الهواء الصخن ده تدخله بنسبة لل baby اللي موجود جوه تخلي environment الحرارية تخليها تبقى درجة حرارتها اعلى في applications كتير حيات بنحتاج فيها ان احنا نعمل heating عموما يعني طبعا ممكن نلاقي برضو steam sterilizers نلاقي في حاجة كتير فيها heating elements بتبقى موجودة فالحقيقة الميزة بتاعت الهيتر هو بيشتغل بس ضبط بنفس الطريقة بتاعت السولونايد في ال operation يبقى فيها عندي transistor كده برضو بيشغل الهيتر بحط هنا مثلا الفولترش بتاعي ممكن الفولترش بتاعي بقى 220 ولا حاجة وباسيكلي الميزة بقى اللي بتاعته عن السولونايد الحقيقة انه هو ما عندهش inductance يعني هو فعليا يعتبر completely akin to resistance المودر بتاعه بيبقى يعني قريب بقى ان يكون pure resistance فباسيكلي هو function بتاعته action انه هو يمشي current for resistance عشان يعني ال resistance دي في الاخر تحوله temperature او تحوله الهيت يعني نتيجة للهيت dissipation اللي بيحصل في ال resistance فباسيكلي نتكلم على لما يكون ده resistance ما بيبقاش عندنا بقى مشكلة بتاع السنابر circuit ما عندناش هنا current ما يقدرش يوقف فجأة لا ده هنا ممكن actually لما بحط current على الهيتر ممكن في اي وقت هنا لو قفلت السويتش ده current يوقف ما بقاش فيها اي مشكلة خالص فطبعا ده ممكن يبقى دايرة بتاعتنا حاجة بالشكلة كده كده ممكن يبقى فيه عندنا الهيتر وبنتحكم بيه ب low voltage signal من microprocessor او miccontroller وبنعمل بعد كده يبقى فيه عندنا temperature sensor مثلا ممكن يبقى thermistor ولا اي نوع من انواع اللي احنا شفناها قبل كده وبعد كده بناخد الدرجة الحرارية اثناءها دي بندخلها على microprocessor عشان نعمل feedback ممكن نعمل بقى انواع control المختلفة في اللي شفناها في control theory ممكن on off control ممكن نتكلم بقى على PID controller ممكن نتكلم بقى اي حاجة من الحاجات اللي شفناها قبل كده بحيس ان احنا مانتين ان temperature بتاعتنا توصل بالزبط الرقم اللي احنا عايزينه في feedback loop بتاعتنا دي فطبعا احنا منتكلم على الاستعمال بتاع الهيتر هو very much like solenoids ما فيش اختلاف مع الفرق ان الاستعمال الهيتر اسهل ان الهيتنج 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 نفسه بي act as a resistance فمعنى كده ان انا مش محتاج احطره snapper circuit ممكن بفيه عندنا نوع مخصوص من انواع الهيتر بنسميه RTD heater ده عبارة عن special type of heater element that is composed of an RTD material usually iron nickel فالميزه بتاعته بقى ان الهيتر element نفسه بي double as temperature sensor والهيتر نفسه يعني basicly هو بيعمل two functions بيعمل بيشتغل ان هو الهيتر بيطلع الحرارة اللي انا محتاجها وفي الوقت نفسه بيقدر يقيس الحرارة اللي هو بيطلعها فطبعا دي ميزه مهمة جدا بالنسبة اللي ان انا اللي بيكون بقى الاثنين ممكن يبقى عندي ال space اصلا ما يسمحش ان انا احط two separate devices اللي هو الهيتنج element وي الجزء بتاع السنسور فطبعا ممكن يبقى ميزه ان هما الاثنين يكونوا مع بعض طبعا بيبقى اكيد سعره ارخص شوية من انا استعمل two different devices عشان واحد يطلع الهيت وواحد عشان ييست فطبعا ممكن يبقى فيه الدايرة بتاعته تبقى typically لي حاجة بالشك ده كده الهيتر بيبقى هو نفسه فيه الاثنين وطبعا زي ما احنا عارفين ال rtd قيمة resistance تغير مع temperature فبقيس الكلام ده بان انا اعمل حاجة زي sensor resistor هنا كده بقيس بالcurrent اللي هنا والcurrent طبعا بيكون في الاخر انا عارف طبعا ال plus vd cam وعارف الدايرة بتاعت دي فيها ايه هنا فاقدر من current ده على طول اعرف كيمة التغير في resistance دي كانت كام بالظبط فطبعا باخد current ده بdifferential amplifier زي اللي شفناه في ال op amp وباخده بعد كده على anoct digital converter او يعني في الاخر بحاوله ال digital value بحيس ان انا اقدر اتحكم او اقدر ان انا اعرفها جوه ال digital control بتاعي واقدر ان انا استعملها في ال control بتاع الهيتر نفسه واحده برضه من ال actuators اللي ممكن نشوفها هي حاجة اسمها solid state او ده الحقيقة بيبقى متكون من مجموعة من ال pn junctions والحقيقة هي نفسها can draw heat from one side and exhaust heat on the other side يعني هي بتاخد الهيت دوت من one side وبتاخده بتحوله او بتنقله ناحية التانية وطلعه من the other side ده الحقيقة النوع ده اللي بنشوفه دلوقتي مع المايكرو بروسسورز الجديدة اللي هي الكبيرة نتيجة لناها بقى دلوقتي بسخن بشكل كبير قوي فبقى دلوقتي solid state coolers دي بقى موجودة في كل الكمبيوترز الموجودة دلوقتي في الدنيا والحقيقة ممكن بقى الحاجة لناحية التانية دي بتبقى محطوط طبعا على heat sink بشكل ده كده ويقف فيه طبعا مراوح ناحية التانية بقى عشان ايه عشان تاخد الهيت اللي بيطلع من ناحية التانية دوت وهو release the heat ده تعمله انما لو انا كنت بحاول ان انا برد بتاع المايكرو بروسسور نفسه بتبقى الحقيقة صعبة شوية ببعض الاحيان فبيبقى اسهل كتير طبعا ان انا عملها بالشكل اللي هو بيستعمل في الاخر اللي هو PLT cooler دوت فباسيكلي احنا ممكن نعمله كنترولينج كبير مثل a heater using a thermistor to measure the temperature والحقيقة ممكن ان احنا يعني برضو نستعمله بحاجة زي pulse width modulation وده الحقيقة بنتكلم على ان احنا نقدر نتحكم بقى بيه بال operation بتاعه بيشتغل ازاي باستعمال pulse width modulation بتاعنا دوت فممكن ان احنا بنتكلم على ان احنا عادة من استعمال اعمله around 2 kilohertz علشان نافويد thermal stress on the semiconductor elements اللي هي موجودة عندنا فطبعا احنا ممكن في الاخر نفس الدائرة اللي احنا شفناها بتاعه ال heater ممكن نريبليس ال heater ونحط مكانه الكولر ونقدر نشغالها بعد كده بقى بدلا ما بنحط pulse ممكن نحط pulse تبقى عبارة عن pulse width modulated signal كده بحيس ان هي تتحكم لنا في ال amount of يعني heat اللي احنا بنشيله طبعا بيبقى فيه عندنا sensor برضو بتاع temperature فعلى اساس كده بنحدد pulse width modulation احنا محتاجينه بيبقى بكام من الاكتويتورز مهمة جدا برضو عندنا هي الموتورز عموما يعني ويمكن اكتر واحد من انواع الموتورز اللي احنا بنحب نستعمله الحقيقة هو ال step per motor لانه هو دقيق يعني بيبقى عارفين بزلط step بتاعته قد ايه الحقيقة بيبقى طريقة control بتاعته بتبقى الحقيقة الى حد ما عشان هي complete digital كده بتبقى طبعا بالنسبة لنا يعني بتبقى لطيفة جدا ما بتبقاش محتاجة شغل كتير فبيبقى عادة شغال بtwo coils ممكن بقى عندي two coils بالشك ده كده وحسب ال coils دي relative لبعض بيبقى عندي الفيز اللي بينها عامل ازاي بقى حد ازا كنت بعمل forward rotation ولا reverse rotation فلو بصينا على two signals دول هلاقي مسلا ان انا عندي السيجنال دي واضح ان هي متأخرة شوية عن السيجنال دي فباسيكلي يعني ممكن برضه اقول ان السيجنال دي لو انا باخد الاتنين دول او لقى ان دي مسلا بتأخرة 90 درجة عن السيجنال دي فهنا لو انا عملت العكس لو انا خليت دي بدري 90 درجة يبقى معنى كده بخلي ان فيه reverse rotation فحسب ال phase delay between two coils اللي هي السيجنال اللي موجودة في two coils بيحصل لي اما forward rotation اما reverse rotation وطبعا شكل waveform نفسها بيبقى كل واحدة من البلس دي ممكن تخليني امشي step فباسيكلي حسب عدد ال steps اللي انا عايز امشيها بحدد عدد البلس دي اللي انا بطلعها في two way forms فطبعا ممكن انا ماشيها في forward او ممكن انا ماشيها reverse طبعا بيبقى ال coils نفسها مقدرش نعملها driving مسلا بيسمان microprocessor مباشرة لان current اللي بيحتاجه driving ده بيبقى عادة عالي فدلوقتي بحتاج ان انا احطي اما بيبقى عندي حاجة زي درايفر logic driver يعني موود يعني حاجة اخد اللوجيك ده وطلعهولي ب current عالي او ممكن يبقى transistor بالشك ده كده بيبقى برضو بيسمحي هنا انا current اللي انا عايز اطلعه بيطلع من transistor دوت بيبقى من خلال supply ما بيبقاش من خلال pin بتاعة microprocessor او miccontroller لان طبعا الفرق بين current اللي ماشي في الاحياء دي والفرق current اللي ماشي في الاحياء دي ممكن يبقى 100 اللي هو beta قيمة ال beta بتا transistor فباسيكي ده برضو بيساعدني ان انا اقضى اطلع current هنا بlevels عالية من غير ما انا اسحب ال current ده من microprocessor طبعا في حاجة خطيرة جدا لازم ناخد بالنا منها لو احنا سحبنا current اعلى من اللزوم اه من واحدة من البنز بتاعة general purpose input output بتاعة microprocessor او miccontroller ممكن ندمج output circuit بتاعتها ممكن اكشر بعض الاحيان ندمج miccontroller كله فما استحسنش خالص نحنا نعمل كده لازم دايما نحاول نستعمل بوفرز مع signal ميكرو بروسيسور او miccontroller حتى لو احنا نقدر ندرايف current من البنز دي الحقيقة برضو ما يستحسنش ان يبقى في عندنا pins كتيرة بتسحب current عالي لان ده في الاخر برضو بيتند ان هو كل الكرار ده ماشي في الاخر جوه نفسها فالحقيقة ممكن نبعد شوية يخلي lifetime بتاعها ما يبقاش زي ما مفوض يكون. DC motor واحد من الانواع طبعا اللي هي برضو استعمالها كتير الحقيقة. وبتستعمل عادة لما يكون عندنا application عنده very large load variations. الحقيقة بيبقى عندي الفرق بين يعني نفس الشكل signal هي هي واحدة بين motor current في low load وفي high load. بس الكارنت نفسه بيعلى شوية لما يكون عندي high load. بيبقى basic speed بتاعتي بتتناسب مع الشكل بتاع الكارنت دوت. وطبعا الحركة بتاعتي ممكن لحسب بقى انا احاطت ال wave form بتاعتي دي مدة قد ايه بتحدد لي الوقت اللي انا او بتحدد لي المسافة اللي انا مشتها. طبعا انا ممكن برضو في DC motors نتيجة ان انا مبقاش عارف بالزبط انا مشت قد ايه غير الموتور. ممكن احط بقى حاجة من الحاجات اللي شفناها قبل كده زي روتاري انجودر ولا حاجة علشان اقدر رئيس الروتاري موشن بتاعت بتاعت الموتور دوت واقدر بعد كده يعمل feedback على ال signal اللي انا بحطه عليه او ال current اللي انا بحطه عليه علشان في الاخر اقدر اكترول DC motor operation ده بحيس اشتغل زي ما انا عاوز بالزبط. لما يجي بقى عايز اوقف الموتور دوت بيبقى في عندي حاجة اسمها dynamic braking. dynamic braking ده لو انا كان عندي current ده جايلي او ال input terminal في فقط الموتور دي عملت لها short circuiting دي بتخلي الموتور ده كويكلي يعني بيوصل ان هو يقف يقف في مكانه. فدي بتخلي يعني بنسميها dynamic braking عشان بتخلي الموتور يقف بريت اعلى شوية من انا لو سبته من غير ما انا اعمل عليه short circuiting ده. فدي الحقيقة فيها ميزة ممكن ان انا يعني لو انا حطيت مسلا واحدة من ال solid state switches مثلا زي 4051 ولا حاجة وعملت الكلام ده بتبقى برضو ممكن هي تساعدني ان انا اخلي الموتور ده يقف بطريقة سريعة. طبعا ال 4051 ممكن ما استحملش current اللي ماشي في بعض الموتور حسب الموتور طبعا حاج مهدي ايه. فممكن ساعدها ساعمل ريلي عشان اعمل نفس الفنكشن دي. فيه نوع من انواع دي سي موتورز بنسميه بروشلس دي سي موتور. ده الحقيقة مسته انه هو بيبقى مفيش بروشلس. البرشلس ليه بتنقل الفولتج بين الروتور بيلف دي. دي هتبقاش موجودة. فالحقيقة بيبقى الوبريشن بتاعه بيبقى يعني موش مور افشينت. وصوته ما بيبقاش عالي زي دي سي موتور. فبنتكلم على ان الويف فومز اللي احنا نعمل لها يعني بنعمل بيقى اكتيفاشن للبرشل دي سي موتور بيبقى حاجة شابعة لحاجات اللي انا بنعطاها في في الستيبر موتور. بس بيبقى فيه عندنا يعني تلاتة ليفلز بقى. مش عندنا تول ليفلز زي التانية مش معندنا سيجنال وان زير وكده خلاص. لا عندنا تلاتة ليفلز ويعني هاي لسورسينج او اف او سينكينج. وده طبعا بتحطي على الكوز بتوع بتوع البرشلس دي سي موتور بالشك دوت كده. وحسب الويف فوم دي تتحطي ازاي وحسب الفيزيز بتاعت السيجنال دي رلاتف لبعض برضو بقدر احدد السرعة بتاعتي وبقدر احدد الريكشن بتاع الروتيشن نفسه فين. طبعا لما باجي قارن بقى بين الموتورز وبعض. بلاقي ان الستيبر موتورز بيريكوائر نوين كودر. لان هي طبعا بابقى عارف مكاني فين بالظبط. يعني مش محتاج نحط حاجة تعملي سينسينج للروتوري موشن. وباسيكلي البوزيشن بتاع الشافت بيترمي باي كونترولر. ويش برويوس ستيب بولسز تو دي موتور. يعني حسب انا بقى مبتديت وحطيت كم بولس ممكن الحاجة اللي بتكنترول نفسها هي تبقى عارفة بالظبط ده اتحرك مسافة دي. فطبعا ده ممكن يكون في مشكلة لو انا تخيلت ان اللوت بتاعي هاي. والستيبر موتور ما تحركش مثلا. لو فرضا انا كنت حاطر على السيبر موتور ده يعني حاجة خليته ما عارفش يتحرك. فالكنترولر بتاعه بيتخيل ان هو حرك الموتور بس هو اكشن ما تحركش. فدي حقيقة فيها مشكلة ان انا برضو ما بقاش عارف بالظبط هو كده ولا مش كده. انا بعدت السيجنال بتاعة الحركة بس انا مش عارف ما عنديش اي حاجة تأكد لي جوه المايكرو بروسيسور بتاعي ان حصلت حركة فعليا. فدي واحدة من الحاجات اللي ممكن يبقى فيها مشكلة. برضو من الحاجات اللي ممكن تحصل لو فرضا انا كان عندي ديفايس وكانت الديفايس شغالة بكهربا وكهربا تقطت. فدلوقتي لو انا بقوم مثلا ديفايس دي بتقوم بعد ما بكهربا جات. هي هتعرف ازاي مكان ده كان فين. فطبعا هي العملية كلها بالنسبة للستيبر موتور زي ما احنا شوفنا هي كلها بحط معينا عشان تحرك. فمعنى كده ان انا بتكلم على موشن مش فالحقيقة برضو دي يعني ببعض احيان بنتطار نحط حتى مع ممكن نحط معاها حاجة اسلنا مكانه علشان نقدر نحن نعرف مكانه فين بالزبط. طبعا بتكلم على لو احنا عندنا دي سي موتور اموما سواء بروشلس او بروشت. بيبقى في الحالتين مع روتر ينكودر ففي الحالتين ما عندناش المشكلة دي خالص. الحقيقة برضو للستيبر موتور كان بروديوس فول تورك اد ستاند ستل اف دي وايندكس ار انرجايز. this can provide the ability to hold the rotor in a specific position. يعني ايه الكلام ده? يعني احنا ممكن ان احنا الستيبر موتور ده لما يقعب في مكانه ممكن يديني الفول تورك بتاعه يعني يقدر يستحمل ويفضل الوقت في مكانه ثابت. يعني لو احنا خلينا الويندز بتاعه انرجايز يعني ماشي فيها الكرن بتاعه. فدي نخليها الحقيقة يعني ممكن تبقى ميدة تسمح لنا نحنا نخلي الروتور بتاع الاستيبر موتور ده يبقى ثابت في مكانه او يهولد البوزيشن بتاعه في مكان معين. برضو ممكن الاستيبر موتور ده يعني يعمل production very low rotation speed with no loss of تورك. الديسي موتور حقيقة بيلوز تورك at very low speed because of lower current. فباسيك اللي احنا عندنا في الاستيبر موتور اا التورك مالوش علاقة بالسبيد. خالص. يعني التورك بتاعه بيبقى مانتيند عند اي سبيد. الديسي موتور نتيجة ان احنا عشان نمشي بسرعة بطيقة بندخله الكرنة قليل. فللاسف ده بيخليلنا التورك اا اا او بتاعته او ان انا التورك الماكسيما اللي قدر يستحمله بيبقى انتجة اللي كانت قولي. فدي الحقيقة برضو ميزة للستيقر موتور عن ديسي موتور في الحالة دي. طبعا برضو مفياج براش براش فطبعا بنتكلم عنها بتعمل less interference. وطبعا بتبقى علي اكتر شوية من البراش دي في الاخر بتتاكل ااااااااااااااااااو في الاخر لازم نغيرها. بدل tomorrow بقى بتدليبر موتوركات 키ز 매好 يعني احنا نكون عايزين بقى حاجة تحرك لنا حاجة تقيلة يبقى ملاش حل لغن نستعمل DC motor يعني عند سرعات عالية وعند loads عالية ما نقدرش نستعمل الـ stepper motor في حالة فبكوز لا يوجد موضوع لا يوجد موضوع لا يوجد موضوع لغنية موضوع يعني احنا دلوقتي لو نتكلم على مثلا الـ stepper motor ده لما بيجي يوقف ممكن هو يرجع تاني سنة صغيرة كده الورم فبنتكلم على في الحالات دي احنا مش عارفين الـ position زي ما كنت بقول برضو في الحالة اللي كانت قبل كده ما عندناش اي طريقة تقول لنا ان احنا لما بنبعت السيجنل بتاعت ان احنا تحرك خطوتين ان احنا تحركنا فعلا خطوتين دول فلازم بقى في طريقة ان احنا نعرف الكلام ده للأسف الـ stepper motor ما عندناش feedback مباشر من الـ stepper motor نفسه وعادة ما مستعملش معاه rotary encoder فدي مشكلة الحقيقة برضو موجودة في الـ stepper motor ان احنا مبنقدرش ان احنا نعرف المكان فين بالزبط وبالتالي مبنقدرش ان احنا نcompensate للميكانيكال باكلاش الـ brushless DC motor بيريكوار الالكتروني الموتاشن ودي طبعا بتكلم على شكل السيجنل اللي احنا بنحتاجها علشان نشغل brushless DC motor انا شوفنا عندنا ثلاثة سيجنل وكل سيجنل فيهم لها ثلاثة سيجنل وبينكلم على ان احنا لو عايزين نتحرك حركة لازم نضبط بقى الـ phases بتاعت الحاجات دي ونضبط شكل waveform دي محتاجة حاجة زي Macro processor ولا حاجة Mac computer Macro controller وطبعا الحاجات دي دلوقتي بقت مقبودة حقيقة بالنسبة للـ DC motor العادي بيبقى محتاج بس current وخلاص ما بقاش محتاج اي حاجة تانية فطبعا من ناحية النظرية بنلاقي ان الـ brushless DC motor بيبقى عقد شوية في التشغيل بس طبعا بيبقى في ميزة الحقيقة طبعا ان احنا يعني طبعا الـ operation بتاعه بيبقى في مزاية تانية اكتر بكتير طبعا من العيوب اللي موجودة فيه وبالتالي ممكن اكتشوري يلاقي كمان مش بس ان الـ Macro controller بتاعنا يقدر يعملها بقى في عندنا دلوقتي available drivers ICs for brushless DC motors that makes this less of a concern يعني عندنا دلوقتي حتى مش محتاجين Macro controller يعمل الكلام ده بقى في عندي integrated circuits ممكن تنترفيس على طول مع الـ brushless DC motor وقدر تحكم بها بعد كده بتحكم فيها بعد كده من Mac controller فباسيك بقى في عندي دلوقتي حاجة اكي اني عندي driver layer كده موجودة بين الـ microprocessor mic controller و الـ brushless DC motor بحيس يخلي الـ interface بتاع الـ microprocessor بالنسباله اسهل بكتير قوي اتكلمنا في المحاضرة دي على عدد من الـ actuators ما غطيناش كل الـ actuators احنا ممكن نغطيها بنحتاج ان احنا برضو نعمل نفس الحاجة اللي كنا بنعملها قبل كده في كل المحاضرات دي ان احنا نحاول نلاقي real part numbers ونبص على الـ data sheets بتاعة الـ actuators المختلفة اللي تكلمنا عليها عشان نعرف ايه اللي موجود في الدنيا احنا بالنسبة لنا كمهندسين عشان نقدر نعمل design لازم بعارفين ايه اللي موجود ما يفعلش نعمل design بحاجات موجودة كـ block diagram موجودة في كتاب لازم بعارف الـ action components شكلها عامل ازاي والـ data sheets بتاعتها بتقول ايه وقدر اقراها ازاي وبعارف الفرق بين الانواع المختلفة وبعض طبعا من المستحسن طبعا احنا نحاول بعد ما نقرأ الـ data sheets نحاول نختار كذا circuit منه ونحاول implement example circuits في المعمل عشان نقدر نشوف الحاجات دي بتشغل ازاي عشان نحاول يعني يبقى عندنا خبرة عملية مش بس خبرة نظرية في الحاجة اللي احنا بنتكلم عليها دي طبعا دي حاجة من الحاجات المهمة جدا عشان بعد كده لما بنيجي نحط الـ component اللي هي الـ actuator دا في circuit ويبقى فيها عندنا مشكلة بتفري معنا جدا ان يكون عندنا practical experience بتسهل علينا ان احنا نقدر نديباجل الـ circuit بتاعتنا ونقدر نخليها تشتغل فطبعا الجزء بتاع الـ actuator ده جزء مهم جدا له applications كتير جدا في الـ medical devices طبعا مهم جدا ان احنا نتعرف عليه بشكل يعتبر فيه depth يعني كفاية